سأتحدث في هذا الدرس عن قانون نيوتن الثالث للحركة نص القانون هو لكل فعل رد فعل مساوين له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه أي لا يمكن أن تؤثروا بقوة على جسم ما بدون أن يكون لهذا الجسم قوة معاكسة عليكم بنفس المقدار حسناً، افترضوا أن لديكم حجراً هنا ودفعتم هذا الحجر بهذا الاتجاه هكذا يوضح قانون نيوتن الثالث أنه يمكنكم التأثير بقوة على الحجر مما يؤدي إلى تحريكه لكن هذا الحجر سيؤثر بقوة مساوية لكن معاكسة بالاتجاه عليكم والدليل هو أنكم ستحسون بالضغط على أيديكم عند فعل ذلك إذا كان أمامكم مكتب مثلاً وحاولتم دفع هذا المكتب بأيديكم قد تتمكنون من هز المكتب أو تحريكه قليلاً وبنفس الوقت ستشعرون بأن هناك ضغطاً على أيديكم وهذا لأن المكتب ينتج قوة مساوية ومعاكسة على أيديكم وإذا لم تكن هذه القوة المعاكسة موجودة لن تحسوا بالضغط خذوا مثالاً آخر افترضوا أن هناك شخصاً يمشي على الرمل عندما يدوس هذا الشخص على الرمل فإنه يؤثر بقوة عليه وهذه القوة التي يؤثر بها على الرمل هي قوة الوزن أي قوة الجاذبية بين جسم الشخص والأرض وبعد الدوس على الرمل سيتحرك الرمل مشكلاً آثار أقدام وهذا دليل على القوة التي أثرت على الرمل بسبب المشي عليه في المقابل ينتج الرمل قوة معاكسة ومساوية على الشخص فبما أن هناك قوة الجاذبية التي تؤثر على الشخص فيجب أن يتسارع إلى الأسفل إلا إذا كان هناك شيء آخر يوازن بين القوة وفي الحالة أمامكم هذه القوة التي توازن بين القوة هي القوة التي ينتجها الرمل إلى الأعلى أي أن محصلة القوة تساوي صفر لهذا يبقى الجسم ثابتاً على الأرض ولا يتسارع إلى الأسفل ومن أشهر الأمثلة على قانون نيوتن الثالث هي طريقة عمل الصواريخ عندما ينطلق صاروخ للخروج من الغلاف الجوي لا يوجد شيء لدفعه لكي يبدأ الصاروخ بالتسارع لهذا تستعمل بعض الأجزاء من الصاروخ لكي تدفع عنه وتحركه ما يحصل هو أنه يخرج غازات بسرعة متجهة عالية جداً وهذه الجسيمات تحدث قوة معاكسة على الصاروخ مما يسمح للصاروخ بالتسارع خذوا مثالاً آخر على هذا القانون انظروا إلى رائد الفضاء هذا إذا افترضنا أنه فقد اتصاله بهذا الجزء من المركبة الفضائية الموجودة أمامكم فسيبدأ بالابتعاد عن المركبة ماذا يمكن لرائد الفضاء هذا أن يفعل لكي يغير اتجاه حركته؟ في هذه الحالة عليه رمي قطعة ذات كتلة كبيرة في الاتجاه المعاكس له سأوضح لكم افترضوا أن هذه يد رائد الفضاء وأمسك بقطعة ذات كتلة كبيرة على هذا النحو ما سيحصل هو أنه سيدفع هذا الجسم بعيداً وبهذا ستنتج قوة على هذا الجسم وعند حصول هذا سيؤثر الجسم بقوة مساوية ومعاكسة على رائد الفضاء وبهذا يبدأ رائد الفضاء بالتسارع في هذا الاتجاه وصلنا بهذا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر